وجه غبطة البطريار بير باتيسة بات سبالة دعوة إلى كافة رعاية الكنائس الكاثوليكية في الشرق الأوسط للمشاركة في المرحلة الجديدة من السينودوس خلال الفترة الممتدة من الثاني عشر وحتى الثامن عشر من شهر شباط الجاري داعياً لعيش هذه المرحلة بالصلاة لكي تثمر الثمار المنشودة من الشركة والمشاركة والنمو وطالب غبطته الأديرة والرهبانيات والرعاية والجمعيات والحركات الرسولية لدعم هذه المرحلة السينودوسية بصلواتهم مستمدين إلهامات الروح القدس على أولئك الذين يطيعون نداءه وزاد غبطته أؤكدوا على الثقة بصلاتكم ومرافقتكم الروحية التي تساندنا في هذه المسيرة وأطلبوا من الرب الرحيم القدير أن يبارك كل واحد منكم ويبارك عائلاتكم ومجتمعاتكم